اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أستحضر أولاً أبو المعز تاجر خزنا ثلاثة آلاف بيضة كتلة البيضة الواحدة تتراوح بين 70 غرام و100 غرام فتساءل كم يمكن أن تكون الكتلة الدنيا لهذه الكمية من البيض؟ الإجابة الكتلة الدنيا 3000 بيضة في 70 غرام يساوي 210 ألف غرام يساوي 210 كيلوغرام كم يمكن أن تكون الكتلة القصوى لهذه الكمية؟ الإجابة 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 معدل كتلة البيضة عدد البيض في الكتلة الدنيا للبيضة الواحدة زائد الكتلة القصوى للبيضة الواحدة على إثنان 3000 في 70 مع 100 على إثنان يساوي 3000 في 85 يساوي 255 ألف غرام يساوي 255 كيلوغرام قام المعز بتصنيف البيض حسب التمثيل البياني التالي كتلة البيض بالغرام عدد البيض أساعده على حساب الكتلة الفعلية لهذه الكمية من البيض الإجابة الكتلة الفعلية لهذه الكمية من البيض 200 في 70 غرام مع 400 في 75 غرام مع 600 في 80 غرام مع 800 في 85 غرام مع 500 في 90 غرام مع 300 في 95 غرام مع مئتان في مئة غرام يساوي أربعة عشرة ألف مع سلاثون ألف مع ثمانية وأربعون ألف مع ثمانية وستون ألف مع خمسة وأربعون ألف مع ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة مع عشرون ألف يساوي مائتين وثلاثة وخمسين ألف وخمسمائة غرام يساوي مائتين وثلاثة وخمسين كيلوغرام ونصف ألاحظ وأستنتج الإجابة ألاحظ أن الكتلة الفعلية للبيض قريبة جداً من معدل كتلة البيض إذ الفارق بينهما ألف وخمسمائة غرام يساوي واحد كيلوغرام ونصف ثانياً قام مقاول بسفرتين لنقل مواد بناء على متن شاحنة كتلتها فارغة سلاثة طن وثمانية قنطار فكانت كتلة الشاحنة ملأة في الصفر الأولى إحدى عشرة طن وستة قنطار وفي الصفر الثانية عشرة طن وسبعة قنطار أبحث عن كتلة مواد البناء التي تم نقلها خلال الصفرتين بطريقتين مختلفتين الإجابة الطريقة الأولى كتلة المواد التي تم نقلها تساوي كتلة المواد التي تم نقلها في الصفر الأولى زائد كتلة المواد التي تم نقلها في الصفر الثانية كتلة المواد التي تم نقلها في الصفر الأولى تساوي كتلة الشاحنة ملأة ناقص كتلتها وهي فارغة 11 طن و 6 قنطار إلا 3 طن و 8 قنطار يساوي 11600 كيلوغرام إلا 3800 كيلوغرام يساوي 7800 كيلوغرام يساوي 7 طن و 8 قنطار كتلة المواد التي تم نقلها في الصفر الثانية 10 طن و 7 قنطار إلا 3 طن و 8 قنطار يساوي 10700 كيلوغرام إلا 3800 كيلوغرام يساوي 6900 كيلوغرام يساوي 6 طن و 9 قنطار إذن كتلة المواد التي تم نقلها تساوي 7 طن و 8 قنطار مع 6 طن و 9 قنطار يساوي 13 طن و 17 قنطار يساوي 14 طن و 7 قنطار الطريقة الثانية كتلة المواد التي تم نقلها تساوي كتلة الشاحنة في الصفر الأولى زائد كتلة الشاحنة في الصفر الثانية ناقص كتلة الشاحنة فارغة في إثنان 11 طن و 6 قنطار مع 10 طن و 7 قنطار إلا 3 طن و 8 قنطار في إثنان يساوي 14 طن و 7 قنطار ترجمة نانسي قنطار